أهلا بحضراتكم مرة تانية يعني الحقيقة طبعا مصر ليها صوالات وجوالات في قارة أفريقيا كتير جدا وفي بطولات وإحنا يمكن أصحاب الأرقام القياسية في عدد بطولات لحقناها بس أنا هفكر حضراتكم ببطولة يعني اللي يفتكر معاها 96 بطولة الأمم الأفريقية في جنوب أفريقيا قد بالنسبة لنا جنوب أفريقيا دولة ما نعرفش عنها حاجة يعني في الكرة كانت هي طبعا غيبة لأنه كان فيها عقوبات وكانت أول بطولة تنظمها بعد ما عادت للمشهد الرياضي أكروه في أفريقيا مرة تانية والحقيقة يمكن هي طبعا الفرقة اللي فازت بالبطولة واللي كانت البطولة بتتلعب على عرضها في التوقيت ده يمكن منتخب مصر والمنتخب الوحيد اللي قدر يفوز عليها لأنها كانت معانا في نفس المجموعة لكن هي قدرت تكمل حقيقة وقدمت مجموعة من اللعيبة للقارة الأفريقية من قدرش ننساهم من أبرزهم ومن أهمهم وبتالي كان واحد من مفاتيح فوز جنوب أفريقيا بالبطولة دي كان مارك فيش نجم جنوب أفريقيا اللي احترف بعد كده في لاتسيو في إيطاليا وأعتقد كمان من الفرق اللي عباها فرقة بولتون في إنجلترا وهيكون ضيفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس كابتن مارك فيش براحب بيك على شاشة الأهلي بداية خليني أسألك عن إزاي تلقيت خبر تعيين أو توالي مستر بيتسو موسيماني الدورة الفنية للنادي الأهلي قد سعدت كثيرا وكان الأمر بالنسبة لي مفاجأة حين رأيت بيتسو يترك فريق ساوث أفريكا وبعد كل ما حققه مع فريقه لعدد من السنوات وكان كذلك بالنسبة لي أمر يستدعي الانتباه حين رأيته بعد ما حققه لفريقه أن ينتشر اسمه على مستوى الكار والانتقال إلى أكبر فريق في الكار وكذلك بينما هي مفاجأة كانت بالنسبة لي خبر أسعدني بالنسبة لي كتولي موسيماني إدارة واحد من أهم طبعا وأكبر الأندية في إفريقيا إزاي ممكن يعود بشكل إيجابي على الكرة في جنوب أفريقيا وهل من الممكن أن نشأت تكرار للتجربة مرة تانية سواء على مستوى المدير الفنيين أو اللاعبين نعم أعتقد أنه من المهم لكل الفرق الأفريقية وليس فقط الجنوب الأفريقية أن نشعر جميعا بالانتماء وأن يكون كذلك المنافسة بيننا كما رأينا في السابق بين بيفانا بيفانا ومصر الذي انتقل كابتن بيتسو من بيفانا بيفانا إلى النادي الأهلي كذلك على الأرض الأفريقية ونحن نرى أن انتقال اللاعبين أو المدربين بين الكارة الأفريقية هو شيئا مناسب لأننا يعتدنا ما أن نرى مدربين أجانب يأتون إلى كارتنا ولكن أن يكون بيننا هذا الترابط وهذا التنافس وهذا الدعم أيضا وأن ينتقل موسيماني لتدريب أقوى فريق في الكارة هو أمر أراه كخطوة تقدم وأرى أنه لديه الكثير الذي يقدمه على الأرض المصرية وفي الكرة المصرية وكذلك أنه يمكننا أيضا أن نرى من خلاله لعبين أفارقة ينضمه أيضا إلى النادي الأهلي والنادي الأقوى في أفريقيا موسيماني كان صاحب تجربة نجحة جدا مع فريق سانداونز سواء على مستوى الألقاب أو الأرقام أو على مستوى المدة اللي أضاها مع سانداونز إيه الحاجات التي تضمن أو تخليك تتوقع تكرار نفس مستوى النجاح مع النادي الأهلي من وجهة نظرك طبعا؟ أعتقد أنه كما قلت موسيماني كان ناجحا مع ماملوني سانداونز وهي كانت خطوة كبيرة أن يأتي إلى مصر كان يلعب مع فريقه ببصة يعني كان بينهم علاقة طويلة والآن وهو مدرب متفوق يمكنه أن يتخطى حاجز الثقافة وأن ينطرق إلى العالمية وإلى فرق كبرى مثل الأهلي وأنا أرى أن الخطوة التالية الطبيعية بعد سانداونز هو أن ينتقل إلى الأهلي فخبراته وقدراته والتزامه للعبة الكرة هي ما أدى إلى نجاحه سابقا وسوف يؤدي إلى نجاحه إن شاء الله مع فريقنا الأهلي على مستوى اللاعبين نجحت القارة الأفريقية في تصدير عدد كبير جدا من نجوم الكرة ويمكن بعضهم حاز على لقب الأفضل في أوروبا هل تتوقع أو إيه اللي تحتاجه للقارة عشان تقدر تعمل ده كمان على مستوى المديرين الفنيين أعتقد أن التنافس على مستوى القارة بين المدربين والمدربين الذين يأتون من الخارج وليسوا كلهم على ذات المستوى فبالتالي المهم هنا أن ننظروا بعين دقيقة يعني أن نتحرق الدقة في كيفية اختيار المدربين وأن نعلم أن كويساو كان لديه العديد من النجاحات وبالتالي كان أيضا لديه الفرصة للانتقال إلى أوروبا ولكن على مستوى القارة كان علينا أن نفهم أننا علينا أن نعدد بعضنا وأن نعدد خبراتنا حتى يمكننا الانتقال أيضا إلى الخارج وإن كان الانتقال إلى الخارج خطوة كبرى وهنا في أفريكيا لدينا مدربين لديهم هذه القدرات ولكن علينا أن ننميهم وأن نعصر خبراتهم وأن نحصل منهم على النتائج حتى يمكننا أن ننمي لعبتنا أفريقيا وبالتالي ليس فقط على مستوى النوادي ولكن على مستوى الأفراد والمدربين واللعبين هل تبعت أداء النادي لأهلي على مستوى طبعا قبل نهائي بطولة أفريقيا تحت قيادة موسيماني وإيه رأيك في موجهته مع الوداد زهابا وأياما وإيه رأيك في المستوى الذي أقدمه الأهلي تحت قيادة موسيماني مرة أخرى دعوني أقول أن بيتسو قادر على أن يضيف شيئا مختلف للفريق وأن يجرب اللعبين وأن كانوا لعبين ممتازين ومن هنا أنا متأكد أن مجددا لديه اللعبين لديه النوعية ولديكم الآن مدرب قوي وإن كان مع إيجاد التفاهم المناسب سوف نخلق ثقافة يمكنها أن تؤذبنا إلى المزيد من النتائج ويمكننا من هنا أن نرى من خلال هذه النتائج كيف يتفهم بيتسو طريقة اللعب هو بيبص الكرة إزاي وسرعة بديهته وسرعة تفاهمه للنجوم الذين يلعبونا للأهلي وكذلك من خلال قبولهم له كمدرب مارك فيش خلينا أسألك عن لعبة جنوب أفريقيا وجنوب أفريقيا قدمت أكثر من جيل حقيقة كان متميز وقدر يحقق نجاحات كبيرة ومنهم الجيل اللي أنت بتنتمي لي طبعا لكن في السنوات الأخيرة لاحظنا غياب اللعب الجنوب الأفريقي عن الاحتراف داخل القارة الأفريقية أو داخل الدوريات الأوروبية المختلفة من وجهة نظرك إيه هو أهم الأسباب ما أعتقده هو أن الاختبار الأساسي الذي أمامنا هو الـ DST حيث اللعبون يأخذوا مبالغ كبيرة وبناء عليه يتركون فرقهم الأم وهذا كان الاختبار الكرة الآن في ساوث أفريقا تدفع أموال كثيرة لللاعبين ولكن لدينا 25 لاعب في سن صغيرة نقوم بتدريبهم الآن ونقوم بإعدادهم الآن وهذه هي النقطة التي علينا أن نصل بهم إليها أن يصبحوا على مستوى قادر على العبور إلى العالمية على مستوى اللاعبين في داخل المباريات في ساوث أفريقا أو على مستوى الدولي هناك أربع أو خمس مدربين أيضا يعملون بالتناوب ويكسبون مساحة على مجال اهتمام اللاعبين والمشاهدين وأعتقد أنه على مستوى قارة نحن نود أن نرى مدربين أفارقة يدربون فرق أفراقية يبنون التفاهم ويبنون الخبرة بينهم وبين البعض حتى نصلوا بهم إلى المستوى الذي يجاوب سؤال سياداتكم هل تبعت مشوار الأهلي في البطولة الأفريقية؟ ومن وجهة نظرك مين الفريق اللي ليه الفرص أو الحزوز الأفضل يعني فيه حاسم لقب البطولة السنة؟ أعتقد أن بمجاح أي من الفرق نحن كلنا لنا الوجهة نفسها نود الوصول إلى المجاح الطفوق كل مدرب له ذهنه وله عقلياته ولكن الكرة القدم هي ثقافة في حد ذاتها وبالتالي بما رأيناها في السيمي فاينل أنا أرى أن بيتسو قدم شيئا ومن هنا أقول أن المسابقة الثانية التي يرغب في الفوز بها الآن هي لفريقكم وبالتالي كل محبي الكرة أقول لهم لديكم الآن فرصة ونتائج ونتائج يمكنكم أن تحكموا عليها في هذه الفترة الفترة التي نعيش مارك فيش نجم جنوب أفريقيا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة الأهلي وكل التوفيق طبعا لبيتسو موسيماني فيه مهمته مع فريق نادي الأهلي وإن شاء الله يكون لقب البطولة من حظنا ومن نصر بخير